في ظل استمرار المشاورات الرباعية في القائمة المشتركة دعت قيادة الحركات والأحزاب السياسية العربية إلى تكثيف الجهود الرامية للحفاظ على الوحدة هذا ونشهد رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس كفت الأحزاب إلى تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وعدم إفشال مساعي النهوض بالقائمة المشتركة المسافة التي بيننا قليلة جدا ولا تستحق أن نفشل القائمة المشتركة من أجل مواقف هنا أو هنا أنا أيضا أوجه نداء آخر إلى الإخوة والأخوات في كل قرانة مدرنا العربية إلى الاستمرار في العمل في الضغط وفي التوجه إلى الأحزاب وقيادات الأحزاب وكوادر الأحزاب من أجل إنجاز هذه المهمة وأكد حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن المشاورات ما زالت مستمرة لتوصل إلى اتفاق منصف لجميع الأطراف بينما شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أهمية الحفاظ على القائمة المشتركة